تحدثنا عن ما يحتضن الشريعة الأمة من السلطة وقلت بأن السلطة تستمد شرعيتها من الأمة هل معنى هذا أن الدولة الإسلامية؟ وهذا السؤال يطرحه الكثيرون والبعض يريد أن ينفي هذا عن مفهوم الدولة هل تقبل الدولة الإسلامية بالديمقراطية وبأن السلطة للشعب وتقرر الدستور وتقوم على الانتخاب والبرلمان وغير ذلك؟ نعم تقبل جدا الديمقراطية أنا أقول دائما نحن نقبل جوهر الديمقراطية أن قد تكون في الديمقراطية أشلاء لا تقبل إسلاميا الحرية الشخصية المطلقة حرية الفسوق نحن نقول حرية الحقوق لا حرية الفسوق يعني لا يعني فيه أشياء في الديمقراطية نتحفظ عليها إنما جوهر الديمقراطية روح الديمقراطية إن الشعب يعني يقوده من يختاره مش يفرض على الشعب أناس يكرههم الشعب ويلعنهم ولا يحب أن يرى وجوههم ولا أن يسمع صوتهم لا هذا جوهر الديمقراطية إنه إننا استختار قوتها وحكمها وتحاسبهم تسائلهم وإذا أخطأوا تقومهم ومن حقها أن تستبدل بهم غيرهم هذا هو الإسلام